فقد قال ربنا في كتابه القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري فما هو الصبر ما هو حد الصبر الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه هذا هو حده ولكن أنواعه ثلاثة صبر على أداء ما فرض الله وصبر على اجتناب ما حرم الله وصبر على البلاء فمن اكتملت فيه هذه الأنواع الثلاثة فليحمد الله فهو على درجة عالية من الإيمان صبر على أداء ما فرض الله يثبت ويحافظ ويواظب على أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى صبر على اجتناب ما حرم الله وإن كانت نفسه تدفعه نحو الملذات المحرمة ونحو ذلك هو ما عليه إلا أن يقهر نفسه عليه أن يمنعها عن ارتكاب هذا الحرام وأن يثبت على ذلك وصبر على البلايا لأن البلايا في الدنيا على الصالحين أكثر من على غيرهم جاء في الحديث النبوي الشريف من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري أي من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا حالا أو مآلا من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا حالا ومآلا يبتليه إما في بدنه أو ماله أو محبوبه ولكنه سبحانه يحميه من المصائب في الدين يكثر عليه من المصائب في الدنيا ولكن يحميه يحفظه من المصائب في الدين لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها العذاب الأليم في الآخرة المصيبة في الدين إما أن تكون بترك فرض من فرائض الله أو بارتكاب معصية من المعاصي بسبب ما حل به من بلاء مثلا ترك الفرائض أو ترك بعضها بسبب ما حل به من بلايا ومصائب لاجأ إلى المعاصية والعياذ بالله وأشد المعاصي الكفر بأنواعه الثلاثة النوع الأول وهو الكفر القولي كمثبت الله أو أحد الأنبياء أو دين الله أو أحد الملائكة أو الاعتراض على الله عز وجل كما يحصل من بعض السفهاء عند حلول المصائب عليهم كفقد عزيز على قلوبهم بدل أن يثبتوا وأن يصبروا وأن يحتسبوا يلجأون إلى هذا الكفر والعياذ بالله رب العالمين أما النوع الثاني وهو الكفر الفعلي كرمي المصحف في القاذورات وأما النوع الثالث وهو الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله ضوء أو روح أو جسم أو أن له مكان أو جهب هذا من النوع الذي يخرج من الإسلام والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم من الكفر أما التوبة من هذا الكفر تكون بالإقلاع فورا عن هذه الردة وبالنطق بالشهادتين فمهما حل بنا من بلاء نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله رب العالمين وليعلم كل منا أن المصائب في الدنيا فيها فوائد للمؤمنين إن صادفت ذنوبا للعبد المؤمن كان قد ارتكبها ثم صبر أفادته التكفير والتخفيف من سيئاته وإن لم تصادف ذنبا بأن كان من الصالحين أفادته رفع درجات نزل عليه البلاء من بلايا الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله أو ما شابه ذلك فاستقبل البلاء بالصبر يستفيد برفع الدرجات عند الله رب العالمين واللائق بالمسلم أن يعقد قلبه على طاعة الله في السراء والضراء فالعبد كله ملك لله هو سبحانه خلقه من نطفة ثم طوره إلى أن جعله إنسانا يعقل ويتكلم ويمشي ويرى ويسمع ويتحرك وأنه راجع إلى ربه فإن الله تعالى قهر العبادة بالموت فمهما بلغ العبد من التجبر والعتو والكبر والفخر ومهما استعلى على الناس ومهما طغى وبغى فإن مرجعه إلى الله لا يخرج من قبضة الله يميته حيث شاء وكيف شاء وعلى أي حال شاء سبحانه وتعالى فمن علم هذا حق العلم كان مسلما لله تسليما كاملا وليفكر كل منا فيما جرى لأنبياء الله عليهم السلام الذين أرسلهم الله تعالى بالإسلام وفضلهم على سائر المخلوقات فلينظر ماذا جرى لهؤلاء الأنبياء وماذا حل بهم من المصائب والبلاية وليفكر كذلك فيما جرى للصحابة ولأهل البيت ولسائر الصالحين فما علينا إلا أن نقتدي بهم وأن نصبر وأن نحتسب وأن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات وبارك الله بكم وفقنا الله تعالى وإياكم